قصة الإشغالات وقصة المخالفات واللي بيحصل على الطرق عندنا فحملة لوزارة الداخلية لإزالة الإشغالات من الطريق الدائري نتابع ده في التأرير وبعد التأرير فاصل ودكتور يحيى رقاء في إطار حرص الدولات المصرية على عمل وطنين بدون تعديات أو إشغالات وعيق حركة المرورة قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المركزي بحملات مرورية مكبرة استهدفت الطريق الدائري حيث شنت الأجهزة الأمنية حملات انضباطية لرفع كافة المعوقات والانشغالات التي قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية على طريق مع مراعاة ألا تتسبب هذه الحملة في وجود كثافات مرورية وبما يضمن سلامة المواطنين وذلك بمشاركة كافة الأجهزة المعنية بالمدرية وتنفيذا لتوجيهة اللواء مجد عبدالغفار وزير داخلية مخالفات على طريق دائري كان من بينها المواقف العشوائية والمقاهي والأكشاك التي تسبب تكدثات على طريق وتعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة بكل تقتها وأجهزتها إلى الوصول لذلك وقد نجحت الحملة في ضبط العديد من المخالفات على طريق دائري المسؤولين عن الطريق هم بيزبطوا الحاجات دي لشان هي أكيد سبب في الحوايد سؤال أكيد إجابته واضحة أنا أتعرض الموضوع قبل كده وكانت العربية تتقليل بين بيزبطوا دائري بسبب الموضوع كنت شايفة كشك قدامي كان بالليل وقلت الحمد لله ربنا ساطري موقفين الطريق واخدين ثلاث حرارات من الطريق الطريق لما يكون خمس حرارات والطريق ماشي كويس هم واخدين ثلاثة فبالتالي لما يكون واخد ثلاثة هتوقف في حرطين فانت جمعت الخمس حرارات في حرطين فطريق دائري شريان الحياة أصيب بجلطة الإهمال التي تقضي على ما صنعته أيدينا من إنجازات فأطنان القمامة ومخلفات الهدم تحصره والمواقف العشوائية وطوبير الميكروبوسات تخنقه ومئات المقاهي وورش كويس السيارات تحتل طريق وتتحول معظمها ليلا إلى غرز نهيك عن بؤر سرقة الأفراد والسيارات بالإكراه مظاهر كارثية عديدة تهديد طريق دائري أهم محاور القاهرة الكبرى ومظاهر عشوائية كثيرة تسببت بالفعل في تحويل طريق دائري الذي كان يوما سببا في تخفيف أزمة المرور إلى طريق إلى الآخرة بعد تعدد الحوادث عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر